طب مثلا يعني حضراكو تتحدث والجميع بيقر بأن الإسلام نظام حياتي شامل للمسلمين وأيضا غير المسلمين فيها المجتمعات المسلمة ولكن أنا نجد فيها الأوين الأخيرة المجتمع الدولي أحيانا يتدخل ويفرض وجهة نظر مغايرة للشريعة الإسلامية على بعض من المجتمعات المسلمة مؤخرا الدولة الأفغانية نشاهد بأنه هناك ضغوطات دولية قوية ورهيبة للغاية من أجل فرض قيم يراها أهل أفغانستان بأنها مخالفة للأعراف المجتمعية وأحيانا مخالفة للقيم الإسلامية فكيف ترى هذا الأمر وفرض قيم غربية جبرا على مجتمعات مسلمة على غرار المجتمع الأفغاني أنا بدي أحكي الآن على ما يسمى بالنظام الديمقراطي الغربي حقيقة النظام الديمقراطي الغربي حارب أول ما حارب هو حارب المسيحية حارب الدين نصران نحن نعلم أنه بالقرون الوسطى مصطلح تاريخي ما أنا حطيته وحطوهن الغربيين اسمه ظلام القرون الوسطى جاء مارتن لوثر كينغ بثورة ضد الكنيسة وبعد ذلك طبعا أعقبها مراحل أخرى جان جاك روسروف وولتير وغيرهم اللي هم وضعوا الأسس النظام الديمقراطي الحديث طبعا الديمقراطية القديمة وجودة من العصر اليوناني كبك المؤتع عن السيوكراطية نعم وسيطرت الكنيسة نعم فهؤلاء ثاروا على الكنيسة على دينهم طبعا الكنيسة فسدت في القرون الوسطى لا شك لكن الخطورة في هؤلاء أنه ثاروا على القيم الدينية يعني القيم الدينية المسيحية القيم أنا أقول هي قيم مثلا تعلي من شأن الأسرة أكيد أكيد هم مع بر الوالدين أكيد هم مع الصدق لكن جاء نظام آخر دولي حارب الدين ولذلك الآن بعض المتغربين العرب بروح يأخذوا بالمقاس على أن الدين يورث التخلف ودليلهم على ذلك ظلام القرون الوسطى عندما كانت الكنيسة هي الحاكمة في أوروبا وقتها نحن كنا في حالة من التقدم نعم ولذلك هذا المقاس الخطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر